يجد علان قلناها خمسين مرة في ليالي الابطال لما سينا للريال بجد مطش مش طبيعي سيناريو غريب سيناريو مش هيتقرر تاني ريمونتادة لتشيلسي بعد كده الريال هيعمل ريمونتادة لأ مطش مش طبيعي بجد انا كنت قاعد مش مصدق او شرر يا جماعة معرفش صور بس المطش ردد فعل او انا ردد فعل انا مباشر بس قولت اطلع كده الكلمة عن طول بعد المطش فيعني اتمنى منكم بقفية تفاعل بس حتى عالفيديو او حاجة زي كده مطش مش طبيعي الريال نزل شوت اول زي الزفت والشوت التاني اداء زي الزفت كارلو انشلوتي نخلى الريال ينزل يدفع بس ليه مش فاهم بجد ليه انزل يدفع ما انا كسبان برا ارضي ليه انزل الارض يدفع بس طب ما نلعب ليه يا عام وامسو الكورة واستحوز واجيب ما فاش حاجة لا انت سفت الملعب كله لتشلسي بجد كان حاجة تخنق وحاجة تدايق مش عارف في الجون الاول بصراحة كان جون عبيت قوي يعني وجون غلطة كده غلطة الكورة خبطت في رجل الواد تيمو فيرنر لاحظ راحت الاسمه ده وجابها جون والجون التاني الجون التاني سازج سازج او بجد بجد يعني ما قولكش روديجر المكاسح زق فيه ده هو يعني روديجر في الكورة ديت اولا الكورة ما خبطتش في لوكا مودريتش ثانيا روديجر وراح نعب الكورة بتناغه زق لوكا مودريتش فالمفروض الجون التالت ماقولكش بقى يعني معاني الكاسيمين وراح بيع نفسه وبعده دفد اله بيع نفسه فيعني مش عارف فيعني بجد ابو ابراهيم كريم بنزيمة مش عارف اقوله ايه بجد هو لوكا مودريتش بس خلاصوا كل حاجة في الملعب الاتنين دول بصراحة لولا الريال مدريد ومعام تيبي كورتوا وكارفاخال عملوا مطش للتاريخ عملوا مطش عالمي بجد لوكا مودريتش سبعة وتلاتين سنة وبيلعب مئة وعشرين دقيقة توني كروس اللي عنده اتنين وتلاتين سنة مش قادر يلعب سبعين دقيقة كاملين توني كروس كان زي الزفت مفيش غير كورة بس الحسنة الوحيدة ويوم ما جري بيها ما كانش قادر لعبة غلط مش عارف كان مطش قوي جدا سيناريو مش طبيعي الريال مدريد كان وحش جدا بصراحة وحزنة كان حلو جدا ماقولكش انا كمدريدي بقولك حزنة كان حلو جدا جات لهم كام كورة كورة بلوزيتش كورتين تقريبا مفروض جونين مش لماونت نفس الموضوع حكيم زياش لما نزل لأ هم تشيلسي ضيع تشيلسي ضيع وفينيسوس مجاش ما عملش غير حسنة واحدة كورة كريم بن زيمة اللي جاب منها الجون فلا بجد يعني انا مش عارف الحمد لله الريال سعد على تشيلسي بعجوبة بجد بسيناريو مش طبيعي وسيناريو غير متوقع كنتش مصدق بصراحة ان تشيلسي هتعمل ومنتد على الريال وبعد كده الريال يتعادل بأسست عالمي من لوكا مودريتش بجد لوكا مودريتش حاليا انا بقول لك هو ريال مدريد لو لوكا مودريتش وقع الريال بيقع لو لوكا مودريتش بيلعب وفيق الريال هيلعب كريم بن زيمة برضو التحرك بتاعه الله اكبر عليه وحتى في الفينيش بتاعه في الرؤسية اللي جابها في مندي حارطها عكس اتجاهه فالله هو لأ صعب برضو وفينيشوس الحسنة الوحيدة اللي عملها هي كورة الاسست مش عارف مبسوط بصراحة ان الريال عملها مش مكنتش قادر زوري الرايح بجد يا جماعة من الماطش والانفعال ومش عارف ايه وفالفيردي برضو عمل ماطش للتيخ عشان برضو منساش فالفيردي وكما فينجا لما نزل لعب شوية كارفخال بقى النهاردة كان الحكاية بصراحة عجبني اول جماعة النهاردة كارفخال والله كارفخال بيلعبها كنين هتليه بيقدي مدافع بيقدي لما بيطلع في كورة الهجمية بيقدي الله اكبر عليك تحس ان هو بدأ يسترجع مستوات هاني دي في دورة ابطال اوروبا بيتفهمش فعني مبسوط بجد وكتش مصدق باير ميونيخي الحمد لله خرج فعني مش عارف يا جدعان والله اكمل اقول ايه ان شلوتي امره غريب بجد امره غريب ولعب بردى اردا واكسب واكسب تلاتة وعمل مطش عالمي ووجه جوه اردي ما قدي قدي نهد الخسم كل حاجة يعملها الخسم بيعب كل حاجة في الكورة قدامي لأ مينفعش يا عام ماينفعش هرجع ورقه كده واطبه للملعب لأ مالا عندي نجوم في نص الملعب برده زي زيه عندي مضرش وكرس اسمه ده كاسميرو ما لعبوا امسوا كورة عليهم ما كلهمش لعبوا كورة علي تشيلس اقا قوي وتوماس نوكل بصراحة عبقاري جدا يعني من المدربين الداهية زي ما بيقولوا كده مدرب داهية حظه نحس بصراحة ان هو وقع مع ريال مدريد ريال مدريد تدارة بتار أوروبا تحسه بيتحول دي بقى فرقة تاني خالص ما بيهزرش فعني كان حظه نحس جدا بصراحة ان هو قدام ريال مدريد يعني مش عارف سيناريو مش قادر بجد دماغي صدعت وزي راح سيناريو مش طبيعي بجد يا جدعان الحمد لله الحمد لله الريال صعد مش عارف اكمل اقوله تاني مندي يعني لقوا على مندي يا جدعان مندي دارج ليه عزر القطع عشان ما يلعبش كورة تاني بجد ده ده حرام بجد مفيش هو بلعب هو مهزوز كان ليه حق فعل ما هو يخرجه لا مصيبة مندي مندي كان مصيبة فانمتش ده يعني مش عارف مين تاني ديفل قلابة برضو يعني ممكنش احسن حاجة يعني بجد ملتاو بيفرق معانا خلالنا وقهين شوية ملتاو بيفرق في كورة العالية تقريبا كل كورة العالية النهاردة الشيلسك هتواخدها جي من هنا جون كورة هفارتس في كورة في الشوت التاني في الاكسترا تايم لو كان جوجون كنت هتزعلها مش الماونت ومين تاني تقريبا مش فاكر مين تاني بس لا كل كورة العالية كان بتاعتهم ريال فدي مصيبة ما عندناش قلوب دفاع ناتشو ناتشو مكسح ناتشو ده الواحدو مصيبة عالريال ناتشو مينفعش رعب في ريال والله ابدا من زمان بس هو مخليني واحدة تفاريح عشان ازباني ولا عشان ايه ما تفهمنوش حاجة يعني الحمد لله الريال صعد خارد لقلت شيلسي عمل موتش قوي جدا برضو عالريال مدريد في السانتياجو بالنبيا وقدامه الجمهور احرجوا ريال مدريد بصراحة كان حظهم وحش جدا ريز جيمس عمل موتش قوي جدا الفرقة كلها تقريبا كلهم عمل موتش قوي جدا بس يعني كان حظهم وحش الحمد لله الريال صعد يعني شوفكم بقى في موتش جديد مع الريال مدريد في دورة ابتال اوروبا السلام عليكم